بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الرابع الخاص باسئلة القواعد على الكتاب جم. خد بالك الوحدة السادة القاعدة بتاعتها المبنى المجهول. وطبعا انت عارف ان المبنى الجهول القاعدة قديمة بس انا بسعدها لك جدا ان شاء الله في الجزء التاني لو انت ما سمعتوش في جزء اول وثالث احنا been his fourth fact. الطابع فبالتالي لو انت ما سمعتش انزل في الوصف یتلاقي رابط قيم التشغيل كاملة في الوصف عن الواحدة السادة. فبالتالي لو انت بسمعتش من الاول ابدأ الواحدة من اولها. ولو انت اسمعت معي احنا دلوقتي نحل مع بعض اسئلة كتاب جيم. وانت بتحلم معي هنشرح كمان مرة الاسئلة هتكون قدامك على الشاشة. لو مش معك كتاب جيم مفيش مشكلة خالص. الاسئلة هتظهر قدامك على الشاشة معي. طبعا متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس. متنساش تعمل لايك. سيب الكومنت بتاعك. ويلا روح نشتغل ونرجع لبعضتين. بسم الله الرحمن الرحيم الجملة اللي بروان بتقول. طبعا ببساطة شهاية جدا نتفاين مع بعض ان المجهول واحنا بنشرح القاعدة في الجزء التاني من الحلقة. قلنا المجهول عبارة عن verb to be والتصريف التالت. verb to be والتصريف التالت اللي بيتحكم في مين verb to be is or are في المضارع was aware في الماضي is aware being في المضارع المستمر. was aware being في الماضي المستمر. كل ده باختلاف verb to be اللي بيتحكم هو الزمن. زمن الجملة. every year كلمة اللي هي اخر جملة دي هي كلمة تدل على زمن المضارع بسيط. فبالتالي انت بتتكلم في المضارع is او are والتصريف التالت. ولكننا بنتكلم عن a lot of money الكثير من المال والمال لا يعد يبقى is spent letter d. هالي جابة صحيحة. I can see just coming out. I can see dust coming out of the window. are the windows not. انا شايف ان فيه تراب طالع من ال windows من الشبابيك. هل الشبابيك بتتنظف? طبعا انت عندك R في اول الكلام زي ما انت شايف. R في اول الكلام. ده سؤال هل في المجهول المستمر. لان هو بيسأل هل الشبابيك بتتنظف دلوقتي? هيبقى R the windows. لازم بقى فيه مجهول في المستمر. being والتصريف التالت. عشان عندي R. being والتصريف التالت. هيبقى R being cleaned letter A. هي اللي جابة صحيحة. Egypt to not by thousands of British touristless this summer. this summer يعني هذا الصيف هو يقصد في المستقبل. وخد بالك مصر هتتظار بوزنة السياح البريطانيين او الانجليز. احنا بيتكلم في المستبل. يبقى well be. والتصريف التالت. letter B will be visited. number four. I am working at home to day because my office not. اتفقت معاك. قلت لك ان المستمر هو من يمنع. يعني ايه الكلام ده? يعني انا لما اقولك ان انا مش قادر ازورك دلوقتي علشان انا بذاكر. انا مش هقدر ازورك في المستقبل عشان هكون بذاكر في المستقبل. انا مقدرتش ازورك في الماضي علشان كنت بذاكر في الماضي. يعني كشي حاجة مستمرة زكات في المضارع او في الماضي او في المستقبل. يعني لو انا في حاجة منعاني في المضارع يبقى مضارع مستمر. مضارع مستمر. ولو حاجة هتمنعني في المستقبل هيبه مستقبل مستمر. ولو حاجة منعيتني في الماضي هيبه ماضي مستمر. فبالتالي هنا بيقول ايه؟ هنا بيقول في الجملة I am working at home. انا باشتغل في البيت لاني مش قادر روح المكتب. المكتب ماله. بيدهن في المستمر. فبالتالي انا مش هستخدم مجهول في اي زمن غير المستمر. لازم يبقى مضارع مستمر. اذا وار بينج وتصريف التالت. بيدهن. وطبعا المكتب البيت والتصريف التالت لتر دي. هي الجابة الصحيحة. My brother wants not by someone when he paints the house. اخي يريد ان يساعد. خد بالك ان want to دايما كده. من الحاجات اللي لازم لما تيجي تبنيها المجهول تخليها to be والتصريف التالت. Want to be helped يعني يحتاج ان يساعد. لتر ايه هي الجابة الصحيحة. This museum not by over one thousand people everyday. بيتزار. وطبعا everyday كلمة دولة عن مضارع. هو بيتزار يعني مجهول. يبقى verb to be وتصريف التالت. يبقى is visited letter c. هي الجابة الصحيحة. Number seven. The street lights on where the road is on the motorway not. الضوء بتاع الشارع في الموتروي ما له. بيتصلح. بيتصلح في المجهول. يعني ما هو مش بيصلح. مش كده. هو مش بيصلح حاجة. النور ما بيصلحش. النور بيتصلح. فيبقى لازم verb to be. والتصريف التالت. يعني لازم بقى في are او is being. والتصريف التالت. عشان مستمر. يبقى are being repaired. واحد يقول لي طب ما ينفعش well repair. ما ينفعش عشان ما فيهاش verb to be. طب number a. ما هي فيها being. بس ما فيهاش am or is a are. ما ينفعش being الوحدة. طب مراقع c. فيها are. بس ما فيهاش being. are repairing يعني بيصلح. مش بيتصلح. وده مش مجهول. ده معلوم. والنور ما بيصلحش. النور بيتصلح. المجهول. verb to be. والتصريف التالت. لازم verb to be. زائد pp. number eight. the argument for the party not tomorrow. النقاش بالنسبة للحفلة. هيتم النقاشه غدا. tomorrow في المستقبل. يبقى النقاش ما بينقشه. ولكن بيو نقش. يبقى مجهول. يبقى لازم يبقى المجهول في المستقبل. will be. وتصريف التالت. يبقى will be discussed letter c. اللي ما اسمعش الجزء التاني. يتفضل يسمع الجزء التاني. اللي هو فيه شرح المجهول بالتفصيل. number nine. all the questions not on the paper. كل الاسئلة لازم تتكتب في الورقة. طبعا انت عارف ان لازم دي احد الافعال الناقصة. اللي هي must. لما تيجي تبنيها المجهول بتستخدم must be. والتصريف التالت. must be answered. لان طبعا الاسئلة ما بتجاوبش. الاسئلة بتتجاوب. يعني مجهول. بلازم في verb to be. والتصريف التالت. مين verb to be لننفع مع must. هو بي تحديدا. must be. letter d هي اللي جابة صحيحة. the new supermarket chain. سلسلة السوبر ماركت الجديدة not next month. هتطلق او هيتم اطلقها. وهي مش هتطلق. هي هيتم اطلقها. يعني مجهول. يبقى لازم يبقى مستمر. سوري لازم يبقى مستقبل بس مجهول. يعني عشان next may. فبالتالي هيبقى مستقبل بس في المجهول. مين المستقبل المجهول في الاختيارات. is going to be launched. طب واحد يقول ما فيه ويل له. لا ويل دي بس مش مجهول. دي مفهاش بي. لكن is going to be launched letter b هي اللي جابة صحيحة. in japan buildings not to withstand earthquakes. المباني بيتم تصميمها وبتبنى علشان تتحمل الزلازل. خد بالك ان بتبنى مجهول برضو. المباني بتبنى. فبالتالي اختار verb to be وتصريف التالت. فما عنديش غير letter c are constructed. 12. the secret should not not to anyone. السكر ده. السر ده مش المفروض ان يقال لأي حد. او يباح لأي حد. مجهول. 12. should وطبعا معروف ان افعلنا قصة should وmay وmust وكان كل ده بيتبني المجهول. بانك تحط بعده b والتصريف التالت. 13. should not be revealed letter a هي اللي جابة صحيحة. 13. must children are strongly not by their parents. يتأثر او يؤثروا ويؤثر عليهم بواسطة والديهم. الاطفال بيتم التأثير عليهم بواسطة والديهم. يعني مبني المجهول. 13. should be. وعايز بعدها تصريف التالت اللي هي influenced letter b يا جابة صحيحة. 13. don't worry you not by a very famous lawyer. انت هيتم تمثيلك بواسطة محامي كبير. 14. مجهول. انت هتمثل بواسطة محامي كبير. famous او محامي مشهور. 14. فبالتالي مجهول. المجهول عبارة عن verb to be وتصريف التالت ومعنديش ولا واحدة منهم غير d. 15. will be represented letter d هي اللي جابة صحيحة. 15. we always eat when the food not. احنا دايما بناكل لما الطعام يجهز. يجهز مجهول. 16. مش في الماضي اكيد في المضارع. بيجهز. احنا دايما في المضارع. 16. always eat في المضارع. فبالتالي المجهول هيبه في المضارع كمان. 16. بناكل لما الطعام بيتجهز في المضارع. is. والتصريف التالت is prepared. 17. today almost any information you need not on the internet. 18. النهاردة تقريبا كل المعلومات اللي انت محتاجها هتلاقيها موجودة على الانترنت. 18. ممكن تلاقيها. can بس طبعا مش اي can. لان كان هنا لازم لما تيجي تبنيها المجهول. 18. يبه بعدها be وتصريف التالت. can be found من الممكن ان توجد. من الممكن ان انت توجد. من الممكن انك تلاقيها. 18. مجهول. المعلومات ما بتلاقيش حد ولكن بتتلاقي على الانترنت. can be found the letter d. 18. الاجابة الصحيحة. 17. the summer olympics. الانبيات الصيفية. not every four years. 19. بتقام. مجهول طبعا. فverb to be وتصريف التالت are held. 20. واحد يقولي اما هو number d او letter d. ده مجهول برضو. 20. بس هو بيقولك every. every four years. كل 4 سنين. يعني مضارعة. مش من مستقبل. 20. فبالتالي صحيح. letter d مجهول. بس مش هتنفع عشان دي مستقبل. 18. be careful. your name not in two minutes. خد بالك اسمك سوف ينادى. 20. in two minutes بعد ديتين. في المستقبل will be وتصريف التالت. 21. واحد يقولي اما هو is going to مستقبل. بس ما فيهاش مجهول. والاسم ما بيناديش. 21. الاسم بيت نادى. فيابة الاختيار الصحيح will be called letter d. 22. colored clauses not separately. يجب ان تغسل منفصلة. الملابس الملونة يجب ان تغسل منفصلة. 23. المفروض انها تتغسل منفصلة. must وطبعا المجهول بتاعها بيجي بعده b. 24. وتصريف التالت. must be washed. يجب ان تغسل. letter b هي الاجابة الصحيح. 20. the astronauts not a lot of training about how to examine and fix the equipment. الرواد الفضاء بيعطوا الكثير من التدريبات. هما مش بيدوا تدريبات للناس. ولكن بيعطوا بيدوهم تدريبات عشان يعرفوا ازاي ان هما examine and fix the equipment. يفحصوا ويصلحوا المعدات. فهما مجهول برضو. فيبقى verb to be وتصريف التالت يعني are given letter c. tomorrow afternoon. بكرة بعد الظهر. وانا شرحت الكلام ده في الحلقة بتاعت المستقبل. قلت لك tomorrow الوحدها will والمصدر او is going to والمصدر. مستقبل. لكن لما يقول لك tomorrow ومعها موعد تاني. يبدا حاجة اسمها المستقبل المستمر. بس انا هنا مش بتكلم عن المستقبل المستمر. انا عايزك تركز معايا في الموضوعين. tomorrow afternoon the astronauts not with two other astronauts to a secret location. بكرة بعد الظهر ال astronauts سوف يؤخذوا is being taken. طب فين المستقبل هنا؟ المستقبل مش واضح هنا. ليه؟ ما احنا اخدنا بكده المدارع المستمر يعبر على المستقبل. فلما قلنا is being taken ده مجهول في المستقبل. لان المدارع المستمر يعبر على المستقبل. انت عارف ان المدارع المستمر لو اما اوزا وارزا الفعل زين جي ده في المعلوم. لما تبني المجهول هيبقى is being وتصريف التالت. فيبقى بكرة بعد الظهر the astronauts is being taken. لتربيه هي الاجابة الصحيحة. the astronauts thinks the leak not quite quickly. علماء الفضاء ورواد الفضاء بيعتقدوا ان التسريب ده هيتصلح بسرعة. في المستقبل بس مجهول will be والتصريف التالت. لان تفنى المجهول عبارة عن verb to be زاد التصريف التالت. verb to be ده مع المستقبل هو will be والتصريف التالت. there are two or three little things that not at. محتاجة ان هي ينظر اليها. في حاجتين ثلاثة المفروض ان هم ينظر اليهم. طيب فين كلمة المفروض ما هو need to تساوي must المفروض. need to. والمجهول بتاعها بيبازيها زي must بياخد b والتصريف التالت. need to be logged. في حاجتين ثلاثة المفروض يتبص عليهم need to be logged. عندي مجهول تاني في الجمل الباقية او الاختيارات الباقية لا. ده ان number b او letter b مفهاش verb to be. will بس. و c r بس مفهاش تصريف التالت. و d مفهاش verb to be اصلا need to المصدر. يبقى بالتالي الوحيدة اللي تنفع مجهول هي letter a need to be logged. need to be logged. 24 is the exercise not now. معناه ان الكلام في المستمر بس طبعا exercise ما بيعملش ولكن بيتعمل التمرين بيتعمل. فبالتالي مجهول. انا عندي اصف اول الكلام. يبقى عايز being و تصريف التالت. letter d being done. هل التمرين بيتعمل دلوقتي. 25 the amount of energy. we use every year. الطاقة اللي احنا محتاجينها كل سنة. must be reduced. يجب ان تقلل. الطاقة اللي بنستخدمها المفروض. الطاقة اللي بنستخدمها المفروض نقللها. ترشيد الطاقة يعني. must be وتصريف التالت. letter b هي الجابة الصحيحة. a new space station not in the future. in the future في المستقبل. يبقى المفروض ان عايز مجهول في المستقبل. يعني verb to be وتصريف التالت في المستقبل. will probably be built. مفيش غيرها اللي هي c. هي الوحيدة اللي مستقبل وفي نفس الوقت مجهول. will probably be built. i have seen the plants. i have seen the plants. two new hotels not near the beach next year. انا شفت الخطط وفيه فندقين جداد. هيتبنوا near the beach بالقرب من الشاطئ next year. next year يعني في المستقبل. يبقى انا عايز طبعا الفناديد ما بتبنيش بتتبني. فانعايز مستقبل في المستقبل. اللي هو are going to be والتصريف التالت. are going to be والتصريف التالت are going to be built. letter a. could your math problem not. هو ممكن مسألة الحساب بتاعتك تتحل. او مشكلة الحساب بتاعتك تتحل. تتحل. هي ما بتحلش. هي التتحل. يعني مجهول. طبعا المجهول مع could. انت شايف could في اول الكلام. المجهول مع could و may و might و must. كل افعلنا قصة التسعة. كلهم المجهول بتاعهم ب b. حط b والتصريف التالت. be solved. ممكن المسألة دي be solved. بتتحل. letter a. a lot of bread not at the baker's today. الكتير من الخبز خبز كتير. a في المغبز اليوم. طبعا اليوم دي يعني علامة ان الكلام في زمن المضارع. طبعا عشان العيش ما بيبيعش او بيتخبز. ما بيغبزش ولكن بيتخبز. يعني العيش ما بيغبزش. بس بيتخبز يبقى being baked. letter d هالي جابة صحيحة. the hot rooms not next month. next month يعني في المستقبل. والغرف طبعا مش هي اللي بتعمل. هي بتزين. يبقى مجهول في المستقبل. well be والتصريف التالت. well be decorated letter c. thirty one. meet not well before it's eaten. المفروض ان اللحمة تطهي كويس قبل ما تتاكل. يعني يجب ان تطهى. فطبعا هنستخدم شود. بس معروف ان المجهول بتاع شود. شود بي وتصريف التالت. ليه لان اللحمة ما بتطهيش. ولكن تطهى شود بي قد. thirty two. I think fewer letters not in the future. اعتقن ان خطابات اقل هتكتب في المستقبل. الخطابات ما بتكتبش. ولكن الخطابات تكتب. يعني مجهول في المستقبل. will be والتصريف التالت. letter b will be written. thirty three. the program. the tv program about space not at the moment. at the moment كلمة تدل على المستمر. وطبعا البرنامج ما بيعرضش. البرنامج بيعرض. يبقى عايز مستمر. مدارع مستمر في المجهول. فبالتالي is being. وتصريف التالت يعني is being shown. letter a هي الإجابة الصحيحة. more electric cars not than last year. عربيات كهربائية اكتر بتتباع دلوقتي اكتر من السنة اللي فاتت. بتباع. مش بتبيع. العربيات ما بتباعش. العربيات بتتباع. يعني مجهول. يبقى are being sold. letter c. don't put those all the batteries in the bin. they not to a special place. يجب ان تؤخذ الى مكان خاص. يجب ان يا جماعة should. بس المجهول بتاع. طبعا هي ما بتاخدش. البطريات ما بتاخدش الناس للمكان. ولكن تؤخذ. فمجهول. فتباع should be. والتصريف التالت لتر دي اللي جابة صحيح. 36. he not where to park the car when he gets there. سوف يخبر. هيتقلو. يركن عضيته فين بس لما يوصل. هو مش هيقول للناس هيركن عضيته فين. هو هيتقلو. مستقبل بس مجهول. يبقى well be told. letter a. many new ways of saving energy. not by scientists at the moment. at the moment يا جماعة. كلمة تدول عن مستمر. طيب. طرق توفير الطاقة. بتطور. الطرق نفسها بتطور. ولا. بتتطور مجهول. مجهول. بمجهول في المستمر. بare being. والتصريف التالت. are being developed. developed. letter b. اجابة صحيحة. letter b. when you arrive at the hotel. you not to your room. لما توصل للفندق. سوف تعرض عليك الاوضة. طبعا. سوف في المستقبل. وتعرض مجهول. يبقى. will be shown. letter c. our team is expected. not the next match. is expected. tool muster. هفكرك بالقعدة. قلتلك ان في المجهول. في الجزء الثاني من الحلقة. لو انت ما شفتوش. من فضلك. اتفضل اسمعه. وتفرج عليه. لانه مهم جدا. بشرح فيه المجهول. قلتلك. انه هنا. الافعال زي. expect. يعني يتوقع. say. يعني يقول. think. يعني يعتقد. يعني يعتقد. اللي بنقول عليها. يقال. يعتقد. من المتوقع. اوكي. الحاجات دي. عندك طريقتين للحل. لو هتبدأ. it is. it is expected. ذاته تكتب جملة. لو هتكتب. our team. او اسم. اللي هو الاسم اللي انت متوقع انه يحصل معاه كذا. في الحالة دي بتكتب. tool muster. جملة في المدارة طبعا. our team is expected. to win. the next match. letter a هي ليج. بس صحيحة. tool muster. number 40. let's hurry. هي نسرة. the plane not of. طبعا هنا مش مجهول خالص. فبالتالي. في المستقبل. مش مجهول. معلوم عادي جدا. is going to take off. letter c. number 41. don't worry. لا تقلق. the mail not in 2 hours. الميل. هو اللي هيوصل لنا. ايه. الميل هيوصل. اه. الميل هيوصل. محدش هيجي يوصله. بش هتلاقي حد مثلا جاي. بيوصل لك الميل. الميل. الميل بيوصلك لوحده. فيبقى. will arrive. will arrive. لو قلنا هيتبعت كنا قلنا مجهول. لكن هو بيوصل لوحده. بعد ما بيتبعت بيوصل لوحده. يبقى مش مجهول. ولكن معلوم عادي جدا. will arrive. letter a. 42. rain forest is not in the areas. where it rains a lot. طبعا الغابات المطيرة بتنمو في الأماكن اللي فيها مطر. طب كلمة تنمو دي. تكبر دي. هي بتنمو لوحدها. الغابات بتنمو لوحدها. محدش بيجي يسحبها لفوق عشان تكبر. فبالتالي نختار letter b. grow. فعل عادي جدا. الفعل المضارع البسيط العادي جدا. الغابات بتكبر في المناطق اللي فيها مطر. i remember not to the national theater when i was young. انا فاكر لما كان والدي والدتي بياخدوني على المسرح وانا صغير. انا كنت اؤخذ للمسرح يعني كنت مجهول. فالمفروض ان هنا مجهول. بس بعد remember remember هنا انا فاكر يعني المفروض انك بتفتكر حاجة حصلت. فبالتالي بتستخدم الفعل زين جيب. but i remember being taken فاكر لما كنت اؤخذ للمسرح وانا صغير. letter d. don't let yourself. طبعا لت من الافعال اللي بيجي بعدها المصدر مباشرة فالمجهول بتاعها بيبقى be والتصريف الثالث. لا تسمح لنفسك. be cheated by others. letter c. forty five. naturally بشكل طبيعي. people object two. object two من الافعال اللي بيجي بعدها الفعل زين جي اصلا. على فكرة لازم تبقى عارف ان object two بيجي بعدها اين جي. واحد يقول لي two دي بيجي بعدها المصدر. اقول لك لا دي حالة شزة. object two بيجي بعدها اين جي. فالمفروض ان المجهول بتاعها هيبقى being. لان اي حاجة بيجي بعدها اين جي. المجهول بتاعها being. والتصريف الثالث. يبقى الناس بتعترض being treated like animals. انها تتعامل زي الحيوانات. letter d هي لجابة صحيح. doctors not to do their best in case of emergency. الاطباء مطلوب منهم. بيتطلب منهم. يعني الاطباء بيتطلب منهم ان هما يبذلوا قصراج هدوم. مش هما اللي بيطلبوا. يبقى مجهول يبقى are asked letter a. elderly people الناس الكبار. مش المفروض انهم يتعاملوا. لا يجب ان يعاملوا. shouldn't وطبعا معاها be للمجهول. shouldn't be treated. هما مش بيعاملوا الناس ولكن يعاملوا مجهول. shouldn't be treated. يحيى حقي. not of as the father of the Egyptian modern short stories and novel. الراجل ده بيعتقد انه ابو المدرن short stories. قصة الخصيرة. يعتقد يبقى مجهول. is still thought. طبعا is الاول. وبعدين still. يعني still بتحط قبل التصريف التالث. is still. والتصريف التالث thought. letter c. i don't like not at. طبعا like من الافعال لي بيبقى اي نجي. ولما تيجي تبنيه المجهول هيبقى being. والتصريف التالث. i don't like being loved at. ما بحبش انه يضحك علي letter c. i wouldn't like. طبعا would like. ما بيجيش بعد اي نجي. مجهول بتاعها هيبقى to be given instructions. انا i wouldn't like to be given instructions. انا ما بحبش ياخد تعليمات. 51. in the future computer is not smaller. طبعا في المستقبل يبقى نتكلم في المستقبل مجهول. الكمبيوتر هيصنع. مش هيصنع الناس. ولكن هيصنع. يبقى will be وتصريف التالث. letter d will be made. the car needs. need من الافعال. اللي بي بعدها need to. و b وتصريف التالث المجهول. need to be washed. العربية محتاجة انها تتغيس. need needs to be washed letter d. و كده شباب يكون انتهى الجزء الرابع اللي حللنا فيه اسئلة كتاب جيم. الخاصة به الجزء الخاص بالقواعد طبعا. اتمنى تكون المعلومات اللي احنا قلناها وصلتك بشكل كويس وفهمتها. اتمنى كمان تشارك في القناة وتفعل الجرس. تسيب لايك وكمنت علشان ده بيشجعنا اكيد وبيظهر الفيديوهات بتاعتنا لكل الناس. ما تنساش تشاري الفيديو لو وصلتك المعلومة كويس. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة الى اللقاء.